هذا الجهاز هذا الامتكار اسمه المشواية الشمسية وهي تعمل على الطاقة الشمسية بالعكاس ضوء الشمس على المراية لل اللحم اللي حاطينا او اي شي ينطبخ عليه وفيه اي شي يتقرب فهذه تعرف شمس التريج بالنكليز بالعربي اه ايضا اه ايضا 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 طريقة 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 فايندر بالحط إيده هنا لو في ضوء من عبر هذه الدوارة هي على الإيد يعني الزاوية هاي صحيحة أما إذا كان ظلمه وما في أي دخول لأشعة الشمس يعني هاي الزاوية خاطئ بعد لما ننحطها على الزاوية صحيحة هذه تشتغل على الفحم أول شيء وهذه تشتغل على الطاقة الشمسية هذي تطلع بعد ما يطيح الدهن على الفحم يطلع منه أول أكسيد الكربون وهذا يدش في اللحم نفسه وهذه مادة غواية سامة اللي يأكلها ما يموت طبعا وكلنا يماكلين من مشوال الفحم بس سامة هي ومو جيدة للصحة أما هذي لا لا تطلع لا أول أكسيد الكربون ولا خامس أكسيد الكربون بس مجرد أنه شنو طاقة شمسية ويحرة وشكرا لمتابعتكم كانت معكم المذيعة الواعدة ريم عبد الناصر التمامي إلى اللقاء